السلام عليكم اخواتي ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم ان شاء الله نشارك معكم لا بيوري بالكباب الجاج بطريقة مختلفة جيكم رطبة وشابة كما يتاكلوها في الريستورون ان شاء الله يعجبكم الفيديو عنها اليوم ونبدأوا بلا ما نطول عليكم والحاجة نبدأ بها كما نقولوا لا بيوري نقولوا البطاطا هنا يديت البطاطا كما راكم تشوفو في كوكوطا ولا في قدرة حطوها قطعوها مو ربعات ولا الحبة على زوج كل واحد كيفاش يقطعها الدو بطاطا تكون كاليتي شابة انا كما اليوم استعملت البطاطا حمرة مهم تكون جديدة وشابة هادي هي هنايا كي نقطع البطاطا نخسلها مليح نقلعها كامل هادا كلاميدون تحى ونزيدها الماء يكون انقي ونحطها على النار كما راكم تشوفو هنايا انايا نضيلها الملح حاجة باينا بهم ما تطيبلكش البطاطا تاعك سامطا وندير معاها ثلاثة وريقات تعرند ومرات ندير معاها زو سنينات ولا ثلاثة زع التوم هاكا كاملين ونغطيها ونخليها حتى تطيبلي تماما من بعد نجو هنايا نخدمو الكاباب التانى تعلجي جهنا تديت حبة تعبصل تكون كبيرة كما راكم تشوفو نقطعها قطعة صغيرة ومو في الأشور نحطها في الأشور اللي كان عندكم فلفل حار ولا فلفل حلوة حمرا ولا خضراتي قديروا حبا انا ما كانش عندي صافي درت البصل ودرت الطوماتيس ودرت شوية تاع خاليط بين القصبر والمعدنوس كما راكم تشوفو ونطحنهم مليح في الأشور تين طحنولي مية بالمية هنا بعد ما اطحنت هادو كل البصل والطوماتيس والقصبر والمعدنوس كما راكم تشوفو نجي بكسرونا ونجي هنايا نعصر كامل لدي كامل هادا كلمة اللي طلقها للبصل وطلقها للطوماتيس هادا كلمة غادي نحخدمو به سوس واحد اخرى لازم نحتافضو به ولازم تعصروهم مليح مليح لكن عندكم شاش ديروا فيه شاش واللاغيها هكا في الصفايا وصفو مليح من جيها اخرى دي تصدرت عجاج يكون شوية مدى بكم كبير على حساب العائلة كلها كل واحدة تعرفش على عندها العائلة تحا ونحط هادا كلبصل والطوماتيس اللي كنت صفيتهم نحطهم على الجاج غادي نكمل نصفيهم ومن جيها اخرى اديت هنا كريمة التوم بتاع جواد مخدومة بالتوم الاحمر يعني تحضيرها غذائية كنتو دي جا شفتوها معايا جي بزاف ابنينة غادي نديل منها مغرف كبيرة هنا كما كون شوفو زت المعدنوس اللي كنت قطعتها ارقيق وهنايا الكابا بتاع الجاج كترو فيه المعدنوس بهيجيكم بنينة بالنسبة للتوابل استعملت توابل سيدو اللي غد نخلي لكم رابط تحون في صندوق الوصف هنا يا عندي رشة صغيرة تحكمون الناس اللي بغيت تكمون دي التوابل مدى بكم تتواصلوا معاهم هاتفيا لانه توابل تحون مغادش تندموا عليهم درت هنا شوية تعراس الحانوت هنا يا عندي شوية تعس كنجبير مطحون كما تعرفوا الجاج يبغي وهنايا عنا ماريني دجاج يجيب الزاف بنين هذا اللي نقولها لكم وهنايا درت الكوركم ودرت شوية تع توابل عطرية في طوع الجاج بهيجيني بنين نخرج هنا ما درت الشحمة ما كانت عندي انتموا اللي كانت عندكم تدروا هديك الشحمة مكلها تديروا التوابل العطرية هنا يدرت شوية تعال الحرور وهنا الملح لازم تكتروا شوية الملح بالزيادة كما تعرفوا الجاج يبغي الملح بهيجيكم بنين وهنا عندي تقريبا 3 مغارف كبار تعالى شابليو وزدت هنا يا تقريبا 3 مغارف كبار تعالى الزيت نغطيه هنا بلاستيك غذائي ونخليه يريه واحد الساعة و الساعتين ماذا بيكم نديروه لي لما قبل تاني يساعدكم خير و خير هذا كل ما اللي كنا عصرناه من الطماطيس والبصل والقصبر والمعدنو زلت عليه هنا مغرف كبيرة مع مرمليح تاعة الطماطيس تاعة القوطي زلت عليه هنا شوية تاعة الحرور بحجيكم بنينة درت لها شوية تاعة الملح هنا عندي شوية الزيت و عندي توابل تحسيد و هنا استعملت فلفلة حمرة عندهم فلفلة حمرة الشابة بزاف تقولوا عليها طبيعية و متخافوش نخلط مليح و هنا عندي صلصة تاعة الباربيكيو هذه الصلصة غادي تعطيني البنة تاعة شوى في الكباب التاعي هنا زلت هذه الصلصة تاعة الباربيكيو و نخلطهم و نحطهم على النار خليها تغلي غليا و لازوج و نطفي هنا نجيب هذه البطاطا التاعي اللي كانت طابت نصفيها من هداك الماء و نحطها في ضوب الماء ما تقيسوش لي فيها البطاطا و هنا يا مدى بكم صفوها مليح مليح بها ما تجيكمش ميها و نجيب البطير تاعي و نبدأ نطحن في هديك الابيوري تاعي حتى نتحصل على قاوم كريمي يعني تطحنوها وهي حامية ما تخلوها شتى تبرد و لازم لازم باتنجح لكم الابيوري و تجيكم شابة و كريمية و الملمس تحن ناعم لازم تتصفى مليح ملماء واحد العاشد قائق و نحن خلينها تتصفى من هداك الماء و نبدأ نطحن نغيب شوية مشي بالقونتيتي بهتن تحلي مليح نبدأ نزيت غيب العقل و ندرب فيها حتى نكمل كامل لقونتيتي تاع البطاطا اللي عندي هنا كما راكم تشوفو تحنت البطاطا تاعي هنا يزدت عليها مغرف كبيرة معمرة مليح تاع المارغارين و زدت عليها شوية من هداك الماء تاع البطاطا اللي كنا غليناها فيه هنا عندي فرماش تحسو طاكوس تبغو تديروه تبغو ما تديروش بس صح يزيدكم بنا على بنا هنا تقريبا زوج مغارف كبار وهنا عندي كريمة تاسوتاكوستاني كريمة سائلة بدوق القوية غادي ندير منها تقريبا 3 مغارف تاع أكل ونجي هنا نعاود نضربها مليح مليح وهي حامية بتنسى جملي هذيك الكريمة وهذيك المارغارين الدوب والفرماجي دوب يعني تتخلط لي مليح مليح هنا ندوق الملح لاصطها هذيكية منزيتش ولاصطها خاصة نزيده شوية تاع الملح وبالنسبة كينلي يدير لها شوية فلفل أبيض ولا فلفل أسود أنا هنا ما ندير لها شنقدمها غيه هكا ويعني القاوة متاحة جبزة فبنين هنا لاشتوها تقيلة زيتو لها شوية تاع الحليب ولا شوية من هذيك الماء لقيتوها هذيكية خلوها على حالها هنا لا بيوغي تاعي شوفوا هنا يا وجدت هذا هو القاوة متاحة لكتبا غييته وشوفوا هنا يا جبتلكم بحشوفوها عن قرب كيفاش تجيكم حاريرية والملمس تحا ناعم كيفاش تجيكم تاكلو في كريمة عباطاطة مشي لابيوغي هنا غدي خليها صايرهي واجدة ونروح نوجد الكاباب بتاع الجاج التاعنا هنا كما راكم تفو الجاج التاعنا وجد هنا يديت هذي العيدان الخشبي لكان عندكم ملخشان ديروغي واحد كان عندكم من هذي الرقاق ديروو ثلاثة ولا زوج جبت هنا يا الجاج التاعي بعد ما دهنتي الدية في الزيت بها تساعدني في الخدمة ونجي هنا ينشكل الكاباب التاعنا هنا تبغوا تديرو حبة كبيرة كبروا تبغوا تديروها صغيرة يعني الحجم انتو ما تتحكموا فيه نجي هنا ينشكلهم كما راكم تشوفوا من جهة اخرى راني ديرها طاجين على النار يحمى مليحك وتدهنتو بالزيت بها الجاج تاعنا ما يطلقناش هدك الماء ونشكل الكاباب بتاعنا عادي شوفوا هنا يا لازم يكون حامي والنار تكون قاوية لازم ما تنقصوش للنار بها الجاج ما يطلق لكمش الماء ويجيكمش باب ونجي هنا نحط الكاباب بتاعنا كما راكم تشوفوا بهذا الطريقة هاد الوصفة تاع الكاباب كنت ديش شاركتها معاكم مقبل بالحمطحون لو كان عندكم الحمطحون ديروها ما كانش عندكم ديروها غيب الجاج هنا يشوفون ستف الكاباب بتاعي ومرة على مرة نقلبها ما تغفلوش عليه بها ما ينحرق الكمش يعني يا طيب لكم ممليح مليح هنا هدك لاصوست تاعنا اللي كنا وجدناها بسلسة الباربيكيو وبهذاك الجي تاع البصل والطوماتيس نجي هنا ندهن بها هادك الكاباب التاعي تعطيني لون أولا وتانيا نجيكم فيها بنا الشابة شابة شابة جربوها وردوا لي الخبر في التعليقات إن شاء الله تجربوا هاد الوصفة على بيوغي أصلا نجي بزافة بنينا وخفيفة ما تنشبعش هنا شوفوا راني نشكل ونحط في هادوك الأخرين كما تبغي تشكلي كامل الكاباب اللي عندك وتبداي طيبي هنا هاد انت تنظمي الوقت التاعك هنا كنشوف الجاج التاعي دخلها على الطياب من الجهة التحتانية نجيب هادك الكلاسوس ونبدأ ندهن فيهم كما راكم تشوفوا نشربهم مليح مليح به هادك الكلاسوس ومرة على مرة نقلبهم شوفوا أنا هنا لسقوري شوية لخطش درت الجهة تاع الطاجين هادين من درسة بس انتوما كيدروا ديروها على الجهة الأخرى يعني أنا هنا غبرني شوفوا السقلي تقريبا كامل حتى قلبت الطاجين هنا عاود كي بديت نقلب فيهم ثاني نعاود نشرب الجهة الزوجة نشربها به هادك الكلاسوس اللي كنا وجدناها ونخليهم حتي طيب وما غديش يديلكم بزا في الوقت تقريبا عشرة دقائق طيب لكم مليح مليح ونقدموها جاهزة هنا تبقوا تحطوها مباشرة كما تبقوا تحطوها تديلوها في بوش وتشكلوها هكا دي غوزاس يعني كتزيين بسيط وكل وحدة وكتقدم لابيوريتها كما تبغي يعني أنا هنا درتها في لابوش بتشوفوها كيفاش جات كريمية والملمس تحت ناعم بزا 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 غادينا نكمل نحط في الطبس التاعي طبس التقديم هادك الكباب ماذا بكم تقدموه يعني في دقيقة الاخيرة يعني بها تاكلوه حامي ونوريها لكم جاهزة ان شاء الله لابيوريتانا هنا راهي جاهزة كما راكم تشوفوه هنا يشوفو درتها تاني دي غوزاس قربتها لكم بها تشوفوها وهنا يقدمتها مع هادوك الكباب بتاع الجاج اللي كان من الكهب هاديك السلسة هنا لكن نباقي لكم شوية من هاديك السلسة قدموها في التقديم نتمنى ان شاء الله الوصفة تعنها ليوم تعجبكم وتجربوها نقولكم جربوها لانا وصفة مضمونة وتجيب بزا 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 ببنينا ما بقالينا نقولكم اخواتي ما تنسوش تدعمونا بالجام والبارتاج واذا كنتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس هكا بايسي لكم كل ما هو جديد نقولكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة وفيديو جديد سلام تلافر وحكم